حكينا قبيلة خيانة المجالس براو فيها في برشة عبيلت تحكي نقول لكينا نلتقي مع أصديقاء أو زملاء اللي اللي نحكي ماشي في بالي بشوقها تسر تكن نلقاها في بلاسة أخرى ويتعاود وتصير برشة مشاكل كيفيش الحكاية هو اللي قلق في الموضوع كونه لما تتعدد الأخطاء وتتكرر خاصة تتكرر تتكرر تولي على شكل عادة نولي ونشوفوها كينا معا ما هوش خطأ ما هوش عايب حاجة عادية خطروا فيها كل يو نروا فيها في الفيسبوك نروا فيها في التيك توك يتعرضو لها قاعدين عبيد معروفين وعبيد زيدا ما هيش معروفين دونك الخطأ أصبح متكرر وأصبح شائع لدرجة أنه قريب جدا من كونه يصبح عادة كونه يصبح عادة دونك لي ما هوش عادة لما أنت تمشي العرس والسهرة يعني متحد قريب وتبدأ تشتح بكل عفوية بعد تلقى روحك على التيك توك شيء مخجل بصراحة لما نشوفو التسريبات اللي قاعدين نشوفو فيها تسريبات معتها صوتية نشوفو الكابتور إيقران شوفو في عبيد قاعدة تخرج في كيف كيف معتها تسريبات متاع محادثات هاتفية بينت بعضها لا روما هوش شيء عادي حتى طرف إذا كان نحكي معاك أنا في مجلس وإلا تصير محادثة هاتفية بيني أنا وياك وإلا إذا كانت راني في عرس ولا إذا كانت راني قاعد يعني في قاعدة خاصة عائلية ولا حتى معتها تابع أصدقاء هذه أمانة هذه أمانة ومش من حقك إنك تخرج تسريبات ومش من حقك إنك تعمل كابتور إيقران على كلم قلتولك أنا يعني في وسط ميسانجر ولا إساميس ولا ليهو ولا إنستغرام ما وش من حقك ما وش من حقك إنك معناها تلاديفوز وتخرجها معتها للعباد بصفة عامة بانسور إلا بموافقة الطرف الآخر هذي موضوع آخر لكن اللي نحب نأكد عليه ونقول راهي المجالس أمانات إذا كان نكلمك في تليفون إذا كان نقعد معاك في قهوة نشرب معاك قهوة راهو عيب إنك تسجلني ورهو عيب إنك تخرج لي تسريبات بالنوع هذي وراي حاجة مش أخلاقية حتى طرف حتى طرف ولا يقبلها لدين ولا مجتمع ولا حتى شيء رجاءً رجاءً صونوا المجالس احترموا هذه الأمانة ولا تخونوا فالمجالس تبقى دائماً وأبداً أمانات قبل كل شيء هي جدت بريود في تونس والي يقول لك أنا معتش نقعد مع فلين ولا فلينة نخاف لا يتم تسجيلي نخاف لا نقع روحي في فيديو مهبط على مواقع التواصل الاجتماعي الطرف الآخر يقول لك أنا نأمن ونحمي في روحي من عرش أنا السؤال إذا أنت مع ذلك ثقة في الناس اللي قاعد معها ولا تبرتاجي وتحكي في موضوع كما هكيك فأنت عليش قاعد معهم من أصلاً عليش تبرتاجي معهم في المواضيع ذير روفي في شكل انتقام من بعد كتابت على وسيلة تواصل الاجتماعي بريود أخرى شفنا مؤثرين والناس مشهورين كسوا في تونس ولا حتى في العالم العربي يقول لك جاي أنت في حفلة خاصة جاي للعرس يعد ميريد ولا حاجة خليتوا لي فونيتكم من بره يخوي نحب حتى حاجة تتصور نحب حتى حاجة تطلب دونقاعدين نشوف الحاجات هذي يزوز نعرش لوليد كان عادكم متحكيوا في الموضوع خلي عن دكرا فات أنا المجالس بالأمانات كما قالت الكوتش الأمانة من الدين ومن أكثر الحاجات اللي نص عليهم الدين أنه لازم الأمانة تكون من خصال المسلم والمؤمن وليخون الأمانة هو أنا بالنسبة لي منافق والمنافق في الدرك الأسفل من النار على خطر أنا كنا مثلا نقعد ونحن هنا مبعضنا ونحكيو في موضوع بلا بين إنو بيش نحكيو على إنسان آخر وإنتي بيش مشي تقوله رو يحكيو عليك منيش حد نحكي على الموضوع هذا ليه وللتسجيلات توا نحن تطورت الحكاية مع تكنولوجيا برامو أنا نتران دو فيراً بروجي ما بعضنا تخرج أنتي تمشيت بيع الفكرة مثلا مثلا تخرج الفكرة هكي هذي يتسمى نيفاق على خطر أن نحنا أنت فيه كنفانس أنتي معنا خنتنا كنت منافق عتيتنا وجه ما وشوة ومشيت بعتنا دونك هذي دون 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 نعرش كن قانونين في بالكم إنو كي تهز أنتي تسجيل مثلا إكزامبل زينب شنخد الإكزامبل عليك أنتي زينب مثلا قمت بجريمة لطفة عليك جيت أنا سجلتك ونهزها للقضاء ما يقبلهش القضاء خطرني أنا سجلتك كنت ينفي بالكش كما نحن نسميه أي ما تتعديش لازم تسخير لازم سلطات في بالها نعلمكم رسمين أن القضاء ما يقبلش تسجيلات الصوتين تعال التليفون ما يقبلهش أي حاجة ما تتقبلش لازم أنتي تكون على علم بالتسجيل بيش القضاء يولي كما لازم أو يصير تسخير من عند السلطات المعنية بيش أنت يتقوم بالتسجيل شون التسخير معناتها لازم السلطات هي الكوموند التسجيل هذيك معناتها تقول لك مثالش تقول لهم رأوا مثلا نتعرض للعنف ولا تعرض للحاجة ولا غيره السلطات تطلب منك أنك أنت تحط التليفون على الليكوت ولا حاجة بيش هي تصنع الدليل هذي بيش تنجم أي التليفون الشخصي تحط على الليكوت بالتسخير عمنا مثلا مش نشكي بيك نهز تسجيل ما عنده حتى قيمة تسجيل هذي كي تلوح على روح بيش فترعاتنا ننسو دونك فما 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 في المجالس فما فما دول رأي تحت بخيانة بخيانة المجالس دول فما دول فما حرب كبيرة برشا حرب اكتوبر صارت الاتاك اللي صارت وقت مصر بش طلع تفرج فيهم كل ثوم خيانة كبيرة وجال الكيان السهوني وضرب الطيارات منتع مصر قبل ما تطلعت بومبردي نوك صارت في هذا خيانة مجالس ذا هو اللخصته على المستوى الأخليقي لخصتها يا سيدك تقول لك راهو المجالس بالأمانات أنا بالنسبة لها هذا هو الملخص متع كل شي هو لحقيقة العلاقات أمان وبعد كل شي يجي كان أنت بش تعمل أي نوع متع علاقات راهو المركز الأساسي هو الأمان علاقات حب علاقات شغلية علاقات صديقة لازم يبدأ فما الأمان هذيك كان هذيك تكسر معنات سساغ أغياء أصلا مش تعمل العلاقات هذي اللي يكسر ثقة هذيك معنات ها خان المؤتمن هذيك وقت لي حد حتى أنا نهز حتى الأبعد رافع وقت لي حد يجيك وهو مغشش من موقف ومغشش على شخص مهما كانت درجة القرابة أنا مثلا أصحاب برش أنا وسيد واسحاب على الأخر ومتغش منها مشيت نحكي رافع قلت له أسمع راه عملت لي وراه قدت لي وراه وأنا متغش من واجب رافع أنه يحفظ الغش متاعي ويحفظ لحظة الغضب متاعي وما يعود هذيش في حتى ظرف من الظروف على خطر أن بعض للإنسان نجم يمر بهم وأنه فعلا يوري المشاعر متاعه ويوري الضعف متاعه ولا يوري المموضي في سلة اللي تعاد به قدام الشخص ذاك اللي أتمنوا على روحه ويمشي يخليه ويخليه يستباح قدام ناس أخرين هو مختار يوريهم هكا الممو هذيك فقديش حاجة فيها قلة احترام فيها خيانة كبيرة عندك الحق أنو الإنسان يحس روح وإليه تخي وقت اللي عبد يعمل حاجة كيف منها كيحس فعلا بالخيانة والناس اللي عاشت الخيانة تعرف قداش حاجة مؤلمة وحاجة تخليك تعيش بقل الثيقة وراه وكان الناس تحب تعيش عداء مبعضها لازم يحس بالثيقة بين بعضهم ما كانش ما فما حتى باب ولا شباك تدخل من الساعات ويستخطوك ما حكيت من الجانب الضيق تبدأ تحكي أنت خاطر فما حالة حالة لك أنت كشخص ينجم ويراوها كان نيس مقربين معنية مهيش متاحة للنس يكون لك فتلقى عن بعض على وسائل التواصل الاجتماعي فهي وجاعة كبيرة في تبيعة الحال أنت كنت سيدة تويكا حكيت على تيك توك مثلا واحد يلقى روحه في فيديو مثلا في في سهرية ومختارش أنه محبش يظهر يعني بالحق عليش النيس ما تلقاش حدود ولا ما تحترمش الدائرة الضيقة عن شخص الآخر كيفاش بالحق أنه يعرضوني دي فيديو وربيبة على تيك توك قسم من بله قلبي وجعني خاطرها عبيد معتها ظهر حتى من الكادر كيت شوفه معتها عبد هذا زعيلته ساعات شي شي تفره في بلاسة في هكا في نزل ولا في قاعدة وجيت هكا غنية حتى معتها تلقاه ميخذ كل كوان على روحه ومعنتها ويبدأ يشتح بكل عفوية مثلا مع مرته صغار وكل شي وميخذ راحته وتلقى عبد في طاولة بعيدتو عليها شوية جبد التليفون يستبيح الخصوصية متلا وحيتي هبتو على التيكتوك ومكوان منحبش نقولها معتها الكلمة يعني تفرج نتفرج وفيش نوع عبد يرقص بكل عفوية فاش نتفرج ما وش شي يضحك حتى طرف عمري ما ضحكوني ملينا صغيرة اللي حكيت ذو إنسان قاعد وعبد عائلته في مجلس خاص إلا بخو فيتاس مع ترف موسيقى حب يشتح بكل عفوية إنسان مرأة متحجبة مش متحجبة عندو لحية ما عندو ما فهم حتى شي يضحك ميلو كان إنسان اختار بش يرقص وبش معانت يفولي باختاجي فت معانت هكا فت هكا معانت هكا مع عباد ويخب دونك لحقيقة عمورة ما ضحكتني حاجات حاجة قلتها ربيب خليني حبيت نتفعل معاك شوية إنتي قلت خطر هذي خلي نوعا ما إنسان يوالي حذر قلت حتى إنتي معتها كعبد ما كنتي زد رد بالك مش لحكايات الكل مثلا أنت التحكية قدام الناس هو الأصل في الأشياء إني كي نقعد معاك ربيب حتى لو كان ما عرف ما قالت زينوب محلي ومريت أنا وقت في لحظة ضعف وحكيت لك الأصل في الأشياء إنك إنتي مش بتعملي تسريب مفروض معنديش عليش عاليش بش نلبس معتها الكوستيوم بتاع ديفاع متاعي وبش نكون معاك تسريب أصلا ما تعودش سايزة يعني يعني هذي هو نحب نقول للعبيد رهو الحاجات هذي في وقتنا هذي ولا تصعيبة إن نحافظوا عليها صعيبة بارشة أما لو كان كل واحد فينا يخدم على روحه قبل ما أنت مثلا تخرج لصاحبتك ولا صاحبك أحكي على صاحبك لاخر ومبعد سمعت اللي هو أحكي عليه وانت عندك مثلا حاجة تثبت إيجي إيجي على روحك وخلي عارتك مع روحك إذا ما تنجم تحذر بشي الضر في حاجة ولا حاجة هذي كان لجو نحا عليك تنجم تعلموا خاطر كيك تولي مشارك في العملية في حد ذات نجيو على روحنا شوي راهو هالأشياء الجميلة هذي وهالأخلاق وهالقيم وهالثوابت اللي ماشية قاعدة وتزول بشوية 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 وقاعدة تنعدم أنا عليش كل مرة نشبد موضوع كمان هاكي معتا بش بش نحسوا العبيد بش نعاودوا نفكروه نفكروه في القيام هذي والثوابت اللي خاتي كموما عش نشوفوا منهم برشا معتا والينا كل واحد يعمل إفاق ويجي على روحه ويحاول يبدأ بروحه بروحه مش لازم الناس يبدأ بروحه ويبدأ يصلح من روحه بشوية 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 يرجع التوازن في وسلم ويتعاود ترجع الأخلاق الحميدة هذي تلقى بلاستها والقيام هذوما والثوابت اللي محليها مع اللخ نحب على روحنا كل واحد منشير ويبدأ بروحه الكلمة الكلمة السر اللي هي كما ما ترضى حاجة روحك كما تنجمش ترضها للعبيد الأخرين كما أنت ما تحملش أنك تكون صورة ولا موكين ولا فيديو تونس كيم لو العالم تتحرمش فيها فأنت كيف ما تتقهيش ولا ما تحملهش في الطرف في الإخض بالفترة هذه نحكيو على الخلاص الفردي زين بوكوتش رافع بالأسف ما عاش نحكيو على الخلاص الاجتماعي يعطيني نصلك الجماعي ولا الاجتماعي حتى الفرسوسيتي دون كل والي تتخامم فيروح عطيني أنا نشوف حل عطيني أنا نفس عطب إذا كن واحد تبدأ فهي هتشيرو كي نتشير في الأخلاق لازم نحط أخلاقيات جديدة معناتها مثلا أنا مرة لقيت روحي في موضع اللي حد يصور فيها معناتها والله العظيم كنت فكرها نقول كيف شعملتك في باركينج متاع غاند شغفاس أنا خارج كنت نقرأ في حاجة خارج نلقى ولد صغير في القاع والولد الصغير هذي فما شكون شد معناتها فردع مرة فما شكون يصور في الحات أنا من غير ما نشهر تنطرت مشيت قلت له شو قاعد تعمل وانتي قوم القاعة وانتي نحي التليفون من غير ما نشهر جباه مجر هما أطول مني ما شغل عليهم تورك عليهم معتنا وتلعبوا في أي لعب عليش توثقوا فيها غدوة تنجموا تتعاركوا تصير بناتكم حاجة تولي هذي كقول عليها يوثق في أممان اللي هو فيه في محبش هي تخرج وإلا محبش هي تخرج هاو كان عطينيه تريحة مثلا وإلا كي ما حد يشتح في حاجة ولا حد يشتح في حاجة بخيفة عليش أصلا نصوره وانا وليت الحقيقة كي نمشي في بقعة مساكرة مع صحابي ولا مع عائلتي وقلهم يعيشكم ما تصوروش كن ما تطلبوا الإذن حتى لو كان النواية رائعة وكان احنا صحاب عنا عشرين سنين وطلبوا الإذن وقولوا شكون يحب يتصور وتوى ولا ناخد فيديو وتوى ريالي نحكي علي اللي تيكي جديدة تولي معاش صرف بتستمتعش باللحظة بيك مع عائلتك يخوي يعيشوا اللحظات وما تصوروهش هيش أكيما هي هو كيما قول جافور تيكسحها كوتسيدة تيكسحها زيلويت تيكسحها رافع فاروق يهيب حسين مشادياتكم صحاب نونك شوي أخر جيكم حمدي السويس في آخر المستجدات الإخبارية هنا تونس مع عمو عز بن الغربية غضوة يرجع لنا الجعفور بتبيعة الحال وكل عادة نعديو سوعتين ونوص من السعادة